موسيقى مشاهدي التالينوميار ونورسات الله معكم العبور إلى الحياة الرهبانية عمل بطولي في عمقه تخلي كله عن نهج حياة وانخراط جزري في جماعة تتعدد فيها العادات والتقاليد ويجب الانسهار في حياة جديدة ولكن أساسها حب متجزر في شخص يسوع المسيح الفادي فبالرغم من صعوبتها وقصاوة العيش في ظلها يبقى العبور إلى سر المسيح أقوى فالصعوبات تتزلل والفوارق تتقلص ومساحات التلاقي تتسع فهذه هي الحياة المكرسة الرهبانية فهي علامة حضور الله بين شعبه وتدخله في سر الحياة البشرية زكريات رهبانية هي أحداث تبقى بالمخيلة لأنها صادقة وأثرها لن يزول رغم مرور الزمن كيف لا وهذه الزكريات هي قابعة في كل زاوية من زوايا الدير وفي كل بقعة من الأرض المحيطة به فالتاريخ يشهد على أعمال بطولية تتناقلها الأجيال لتبقى خالدة في زاكرة الرهبانية والكنيسة والوطن ما أهمية أن نتذكر أجمل اللحظات خاصة إذا كانت تعيدنا إلى علاقة مسيرة مع الرب يسوع بعد تدخله في حياتنا هل فعلا هي علامات رجاء وصحوة إيمان وقوة محبة؟ تعجز الكلمات أمام صلابة الحياة الرهبانية الفرحة لذا يسرنا أن نلتقي اليوم مع راهبة فاضلة وأم مصلية ورئيسة قديرة وأخت حنونة ووكيلة أمينة وصديقة مخلصة وخادمة متواضعة صاحبة ابتسامة لا تفارقها بقدر ما يتأجج في قلبها من حب وينعكس على زوارها يرحب بالأم ميلاني مقصود ورئيسة دير مار يوسف جربتا ضريح القديسة رفقة أهلا وسهلا فيك أمنا الرئيسي شكراك ما فيش لزوء مع هالمؤدمي اللي ما منستحقها أكيد اللي بيعرفك مير ميلاني يمكن الحلو أنه ببرنامج عطر الأداسي بلش مع تقديس رفقة مصر 18 سنة من هالدير من الحلقات الأولى كانت معك أكيد 18 سنة مسيرة معك اللي قلتن ممكن هني كلمة صادقة لأن هالقدة عرفتك والقدة كل الناس بيحكوا اللي بيزوروا هالدير هالابتسامي بتلاقيهم فيها متعبر هالقدة فعلا أنت مندمجة في سر المسيح يعني الرهبني هي حياة جديدة بالنسبة للعلماني أنه الرهبني هي التخلي التجرد الانعطاق من كل يعني والحياة يعني إلى حياة أفضل إلى حياة فضلة اللي هي الحياة الحياة المشتركة الحياة الصلاة التأمل الأعمال الدايرية النشاطات على أنواعها ضمن الإطار الكنسي ومن هاك الرهبني هي نعمة من الروح القدس للكنيسة الرهبني يعني هي عمل الروح القدس بالشخص أنه يكون مدعو لحياة أفضل من هاك الرهبني هي حياة فضلة أنا هيك بقول والحياة تضحية يعني رهبني صحيح أنه حياة مع المسيح ولكن تطلب جهاد طبعا تطلب دعوي لأنه مش كل إنسان مدعو للحياة الرهبنية كلنا مدعوين للحياة المسيحية كلنا مدعوين تنعيش الأنجيل ولكن لحياة أفضل هاي دي بدأ دعوي خاصة وبدأ تجاؤه طيب هونسي مني بدأ أرجع شوي للبداية يمكن سؤال شخصي حاطتك لما قررت تدخلي على الدار أكيد في دعوة اكتشفتها الدعوة ولكن كيف كانت ردت فاعل الأهالي وكيف تخليتي وانخرطت بحياة رهبنية واليوم أنت بمسيرة طويلة بحياة لها الرهبنية أنا الرهبنية بحبها كتير والدار هون بحبهم أنا جيت صغيرة عالدار جيت صغيرة تعرفت على الدار من ورا ناس عنا من الضيعة كانوا يترددوا على ادي سي رفع ويظلوا أنوا يقولوا ادي سي رفع جيت أنا مع بنت خالي جيين مهيبة جيت تراها وجيت أنا زيارة وأنا كنت صغيرة ريسي هوني ما كيش تقبلني قمت أنا قتل لأ بدي ضل أنا جي زيارة ماني يعني أهلي مش عير فين وقت اللي ضلت بقم جي تاني يوم باي وكلون ما حبت أني أرجع قال لك باي أنه بتضل فترة بركي بتغير رأي تغير رأي واترشي على البيت ضلت فترة طويلة ورجعت على البيت أنه عطيونا أنه فرصة رحوا شوفوا أهلكم بهالوقت هيدا أهلي تكبشوا أنه خلص ما في راجعة نحنا بنا نتكفي لك علمك قالت لنا الرئيسي هون أنه نحنا منعلم الرأبيت قال لأ لأ نحنا بنا نكفي لها ألم ونعنا كذا رجعت أنا صرت أنا مش أني مترجدي ويليك أنه بدك تطيع الأهل وأنا قلبي تعلق هون بهالدير ومع أنه ما كان الدير هيك ضلوا الرأبيت بقلبي أنه هالرأبيت كيف هالمحبي هالإحاطة اللي خدمونا فيها حبيت الحياة حبيت الحياة حبيت الحياة بقى صرت الضلوا اللي أبدا أنعوني تحتها أني أبقى بتجي مرت عمولة باقي بتقلي بدك تسماع الكلمة من أهلك بدك شو كان براسة سماع الكلمة من أهلك ما بترجعي ها رح بيتها معطرين دارة معطر رفاقية شو رح تعملي هاوليكي وقت البنك ترحبي بترحبي من أنا بدلليكي غير مطرح خليكي هون ومدرشو مدى الليل وأنا بالليل يعني كلتي وعية لأمي تقلي أمي نامي يا أمي لأني عبكرة يا أمي بنحكي طلعت أنا يعني أنه مش عاولي الأيني كلا أمي تاني يوم الصبح هذي ما بنسيها يعني عن خبر هذي ما بنسيها في نحنا جارتنا اللي هي مرت عمول باقي هالميل بايتها وبيتنا هون بعضهم يعني بتعايت لأمي بتعايت لأي عاليا بتقل لأش بك يا اسمية قالت لأ البنت شو عملت قالت لأ بدها مصررة بدها تروح قالت لأ تركيا تعملت فتل ما بدها قالت لأ ليه ممبيرح كنتي عم بتشدي معنا هلأ اليوم صرت هيد قالت لأ تخبرك شو صار معي أنا حلمت مثل وحي ادي صرافقة جت لأي أنا عم بغسل وهي جت لأي طريق في طريق فق بايتها قالت لأ وقفت قالت لأ شو بك انتي قالت لأ أنا ماني مطربية مطربية إنه جيت أشهر أنا مش مطربية أنا جيت أقلك هود ابنتي تركيلي إياهم حلو وجيت عالدير وقدت خير الله وكفيت يعني أكيدا رحبني علمتني وكفيت عالي كان كيف تدخل من رفع أنك تجي على الهدف كملة الحياة وكملنا حياتنا وكانت يعني الحياة إنه مانا شهينة بهك الأيام كانت يعني في صعوبات من كل النواحي وبالرغم هيك كنا كتير مبسوطين وكتير مرتحين ومتحمسين للدار ويدل لدينا أفكار إنه كنا نحنا جروب يعني بتحريبا شيء خمسة مبتديات كنا مع بعضنا كنا يعني فرحانين على طول في فرح والرهبات كمان إنه أشغال متعبة كانت بهك الأيام أشغال متعبة الحقدي الزيتون العجين الخبز كلها إيدينا نحنا صبايا ايه مش هايني وكتير خير الله يعني أنا مش كربنا هالنعمة أكيد سلمان بنحكي شويك إنه كمان كان فيه بالحياة كنتوا حياة دايرية إنه كان ما كانش إنعزالي يعني إذا صح التابق ما كانتوا نخلطوا مع الناس لكن اليوم تغيرت وجهة الرهب صرت منفتحة بعمل رسولي أكيد هالنقل بين الحياة الدايرية حياة الصلاة والتقشف والعمل والإفتاح والتعاطي مع الناس اليوم وكمان بحس إنه الرهباني نجحت بالخطين واليوم الخط الإفتاح الرهباني كمان عم بساعد كتير المؤمنين إنه يترددوا على الداير مظبوط يعني أنا وقت اللي بالخبرة اللي عملتها كان بالأول حياة محصنة جاءوا أهلنا نواجههم من جوات الشعرية بعدين نطلع البر صرنا معنى معنى إنه نطلع أحوال الداير حتى إذا بنروح على إطلع إني برات البوابية بدي يكون معي رفيقة يقولوا إنه قد أعطول اثنين اثنين صرنا نتفي نتفي نتقدم مش إنه تقدم إنه مش منيح لا بس إنه صرنا نفكر إنه الإطار الدايري ما بقش إنه حياة المحصنة المزبوطة مش متل الكرمل نحن حياة دايري شرقية يعني إنه بيطلع الراهب حسب حاجة الكنيسة الدار ومحيطه من هون انطلقت هالفكرة وصرنا إنه نعمل نشاطات حوال الدار صرنا إنه نتطور مثلاً بطريقة إنه نحافظ على صلواتنا وعلى واجباتنا الدايرية يعني كل شيء إنه ضمن الحياة الدايرية إذا بنا نعمل مثلاً فترد بلشنا بخدمة الختيارية للرهبان كان كمان ضمن إنه الرهبة تروح وترجع على صلاطة وقرب الدار ضمن رسالتها إنه نحن هاي حياتنا الرهبانية ضمن الدار بإطاره مش إنه برات بعد عن الدار إنه مثل مدارس أو مستشفيات هذه لا بالرغم إنه في رهبات إنه دعيتنا الرهباني للخدمة بره بإذن خاص بإذنات خاصة جابوا لهم تحتى يروحوا على المستشفيات خدموا بس بالأخير رجعنا ورجعنا على حياتنا إقلمنا وعملنا حياة جديدة يعني ضلينا محافظين على تراثنا لهوي صلاة وعمل ضمن الدار مع تطور بالأعمال الأعمالنا تطورت وصار عندنا انفتاح أكتر لأنه صار في الدار عنده دار مزار ما بقى فيك إنك تكون جوة إلا ما تكون احتكاك مع العالم شوفوا بقى يكونوا محصن لأنصار في أديسة هيك من الزكريات الرهبانية منشعة شوال تأسيس هذا الدار اللي هيك دي ممكن بنعمة بلفتي من الأديسة رفقة لحتى صار دار ماليوسف الجبطة واللي كان اللي بيتذكر هذا الدار طريقة راب ماشي ممكن بعربي مع جرة الحيوانات اللي حتى وصوا على هذا الدار هيك بجع شوين نحكي عن تأسيس هالدار الدار أكيدة الرهبات كانوا بيدار مرسمعان أيتو كان فيه نحولها ستين راهبة وكان فيه سائبة الأم أرسولة دومت اللي هي من المعيد هي كان الملاخ مسائبة عامل الدائق المفاصل طرحوا علي الأطباء أن تنزل على الساحل وما فيه دار هوني بها المنطقة بيقوم خيال خور غناطس دومت بيغيرته بيطلب من الخور يوحنا باسبوس يوحنا باسبوس كان عنده مدرسة هوني هادي كنسة ماريوحنا كانت تية لقله كان فيه عنده المدرسة مؤسسة سنة ال 1865 وعنده أرض حوليه بيجي الخوري غناطيوس بيقلو يا خوري يوحنا إذا بتعطيني شقفة أرض صغيري بدي عمر للرهبات كم بغرفي وبيجو يا خايي بيقعدو هون بيصلوا بيكونوا معك وبيخدموك احنا متضل وحدك انت لأنه كان هو معمر مدرسة يجوها هاد المنولد من الضيع ماشي على الأقدام ما فيش طرقات وقعد متل الحبيث قبل وعطان شقفة أرض بلش الخوري غناطيوس بس قبل ما بلش كانوا الرهبات عندون تساعية لماريوسوف حنزرعت الفكرة عندون والاخت مسيحية الدرزية بتقول هل يعني ممكن يصير في دار بمقاطعة جبال والبترون بها المنطقة لأنه ما كان في أديار بها المنطقة قال له الخور غناطيس بكل وقت صلوا يا خياتي عملوا تساعية وربنا بيدبر بهالوقت هون هن عملوا تساعية لماريوسوف صارت الفكرة التأسيس صارت فكرة التأسيس وبعدين زهر المصلوب يعني هي بالحلم للمسيحية اللي هي علوان درزية الأصل آخر التساعية شافت المقال النور يعني الشعم المصلوب بالحلم وبيشيل إيده وبدأ ثلاث مراته وبيقول له بصير دار بصير دار بصير دار الساعة تابعتوا خبر للخور غناطيس قالوا إن ألقات الأرض وكفوا صلاتكم لأنه هني قالوا إذا صار دار بنا أسميه على اسم ماريوسوف لأنه شفيع العيلي وشفيع الحياة المشتركة و هاك صار بلش الخوري عمر الكنيسة صغيرة اللي هي ضريح الادسي رافقة كانت مقصم لعدة عقود عقد في يقعدوا الرهبات يشتغلوا و تاني عقدوا يعملوا مثلا صفر أو شي يعني حيلا انه كانت لا أشغالون و الكنيسة كانت كمان عقدين يعني متل ما أنا شايفين هلا و فاق عمر ست غرف عدد الرهبات وقفوا للرهبنة اللبنانية المارونية ب 15 قبل سنة 1897 بيت 28 تشرين الأول سنة 1897 يالبترك يوحنا الحج ثبت الوقفية و استدعوا الرهبات على هون الدار و افتتحوه بي 23 تشرين التاني سنة 1898 و اجت و اجوا الرهبات و افتتحوا الدار و سموه مار يوسف و هنلي جايين اكيدا عالطريق مرقوا على قديس نعم طلال حرديني زاروه كانوا عرضي له جسمانه بي انا بيخبرونا و استمر هالدار و بلش هالرهبات شعاع القديسة يظهر و صلوات و كل شي صار في صار في دعوات رهبانيه صار في دعوات رهبانيه سنة ال 14 وقت اللي اجي سيرا فقا كانت با يعني اخر سنة من حياته من حياته كان عدد الرهبات 14 راهبي و مبتديتين طالبتين انه مش هاييني بالرغم الفقر و العذاب و مانش هايين التأسيس دار من عزل تماما ما في طريق لسنة الثلاثين توصلت الطريق من مفرق دارك في فين لا بعيدة عنداشي 800 متر طريق صغيري بيقولوا الساعي فيها الريس العام اغناط هايينيه طارباي مرتينوس طارباي لدى الدولة الفرنسية و شققوا طريق صغيري و لسنة الخمسين توصلت الطريق عالدير وصلت بهالطلاع عالعونيات يعني اجوا من الضيع حوالينا المجاورة عملوا عاوني للدير و عالمعدول شققوا الطريق انه شوف انه ومرأة الدير بصعوبات كتيري بالحياة بالحرب ال 14 بمرأة حروبات كتير علي و كانت الناس تقصدوا والرهبات فقرة كانوا اتخبرني الرهبة انه يلموا البلوت يدقوا و حطوا معنونة فتطحين و يخبزوه و يحب و طيقيتو حالون و الناس اللي متمروا يشوفي عندون يتعمونه هادي مش شيء حلوه هيك بتذكر انه حتى رم الفقر الدير بهذاك الوقت مين قصد هذا الدير كان يكل من اللي موجود ابدا كانوا يطبخوتين او شيء حطوا علي ضيفون للمتين واطنوخة يعني انا نخبر اشي انه كيف كانوا هالبساطة الكلية و يمروا و ما في حدا يمروا لانه هاي الطريق كانت مشي يجو من جهة كفيفان و هالجهة يروحوا على معاد عجهة مقطعة جبال يجو مشي يمروا على الدير متعبانين شو بدني عملوا الرهبات هون يستقبلون يستقبلون و زي عصيتون كورامة بشوشين ادي صرافة و تحطولها شي شغلي تتاكلها تقولي يا خيات انا باكل اشماكين طعموا في ناس فؤرة انه عيشوا بهال بها الحياة الحلوة والمحبة بينيطنو بينن هالعالم هنتقل الزكريات التانية اكيبت ما خبرت مير ميلاني انه باقي هالدار يتطور كل شي الى انه شع نور اداسة رفقة و كان متل ما سميته انا بالماضي عرس الاداسة بعشرة حزيران من 2001 بها الدير و كل ما كان منتذكر المشاهد الحلوة الاحتفلات اللي كان بها الدير الاحتفلات بروما والمشهد الرائع انا عودتك مع الرهبات اللي كنتوا بروما الاستقبال اللي صار هلكت بالشموع و غيره لضريحة القديسة رفقة شو ما نحكي هيك عن هالمرحلة انا قبل ما احكي عن هالمرحلة بحب اقول انه الدار كيف تطور صار الرهبات يشتغلوا ليل ونهار و كل ما جيه بين التات رهب يزيدوا غرفة و قدام الباب مش كان لقلهم كمان يشتريوه يعني كل ارزاق الدار انشارت بتاعها بالرهبات و مجهودهم يعني كل اللي بتشوفو وهكي الدار تطور و صار في عدد كبير و شع على الداسة و صار في دعوات و متل ما اتفضلت انه عرس الداسة كان يوم تاريخي لقديسة رفقة يعني هدا الشي بيأثر كتير انا بفكر فيه بقول انا متل السماء كانت على الارض اه 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 اديش صار في احداث من الاعجيب اه من الناس ارتدادات اه اه روحية اه شفاءات اه اه يعني بدك تقول انه متل كأنك صرت بغير عالم عالم سماوي بها الهال احتفالات و حضرتك متل ما اتفضلت انه كيف متابع الاحتيص رفقة من وقت ما تقدسيت و اه و يمكن رفقة لدعيتنا لنبلش بهالبرنامج و بعده مستمر اليوم بشفاعة كل الاديسين اه مهنمين فيه في هكيد في موضوع كمان نلفك انتباه لقلو المجهود اللي قيموه فيها الرهبات و ممكن حضرتك كمان بانيتون هالويدة اللي بيوصل على هالدار هوني ممكن هيك نكون ممكن يوما ما هو طريق حج للوصول للدار مزبوط اه نحنا مبعد ما سوايت الدار انا و يعني بقوط ادي سيرافة و كمان و دعوة خياتي الرهبات كلن انه فرد ايد و كلن انه اه رغبانين بتطور الدار اللي كان من كل النواحي اكيد الرئيسي ما فيها تعملشي واحدة طبعا و طوى يعني اطورت اللي بينا اطور و كلشي اه و كان فيه الوايدة كانت ملغمة اه كنت انا عندي فاتحة وارشي هون بالدار و وارشة البازاليك كمان اللي هي بلاشت فيها بالالفان وثلاثة كل الاحجار كنت حطاها بالوايدة تحت ورجعنا كسر لها جبت رخصة فيها و شلنا الالغيم ساعدونا الجيش اللبناني بازالة الالغيم اه انا تتكونت عندي فكرة لانه وقت اللي بتدرس تاريخ الدار وبتشوف انه كيف كانت هالناس عايشي و كيف كانوا هالرهبات يتواصلوا مع الساحل بتأثر رئيمة هالوايدة هالوايدة فيها محبسة مار يوحنة محبسة مار انتونيوس فيها محابس كتيري و معابد صغيري بهالوديان جهة فغيل و فيه جهة غومة كمان كانت الناس بهك الايام الرهبات يخبرونا بدنوا يزلوا على بيروت او يروحوا على ترابس حي الله يزلوا ماشي بهالودي رهباتنا كانوا يزلوا ماشي و يروحوا مرة بالسنة يجيبوا يتبضعوا غراض للدير يروحوا و يزلوا ماشي على الودي هونيك يروحوا بالباس على بيروت يجيبوا غراضون و يحطوها عند واحد عندو دكان و كانوا على الطريق البحرية كان عندو دكان بهك بيخبرونا و هلأ مطرح ما هو الجيش موجود و يحطوا الغراض تاني يوم المكاري ماء والأحمر يزل يحمل الغراض و طيلعن على الدير انو يشوف لحال هالحياتي و الناس كانت كلت جي ماشي انا صرت انو نعم طلل حرديني و هالإديسين الرهبين كانوا يجووا بد يروحوا على على البيروت منها كانوا يمشوا يجووا بهالودي و كانوا يسموها وادي حربة سموها وادي حربة لانو ايام المماليك صار في حرب بيقولوا و قطلوا كتير من الرهبين يعني حسب تاريخ اذا بتقرأ التاريخ البوتصداو بيحكي عنو كيف انو والرهبين يخبرونا انو ميتوا كتير حبسة و ميتوا كتير رهبين و بتعرف انو كمان جسر مدفون لاش شو بيسمو لاش بيسمو جسر مدفون من هاكي وادي حربة بس هاي وادي فعلا فيها قديسة انا وقتل شلت الالغيم نويت انو لازم نعمل طريق مشات منرجع ردة هالوادي وقتل شلنا الالغيم قلت انا بي ساعتها منعمل مسيرات روحية مثل متل متل يوم نروح على ميديقوريا منروح لمشي مقهوني في وادي كتير حلوة وادي في ايه؟ بطبيعة حلوة كتير بقه هلا بلشنا اذا الله اراد بلشنا في لجنة عم بالشو من الجسر مدفونو بالطالع انو تنعمل طريق مشات لرصيف مسلا متر او متر ونص اكتر ان هيك ما فيه وصولا عالدار ووصولا على دار كريفين مرورا بكل هالمحبس الموجودة بكل ايه وبيزوروا الهالاشياء منرجع انو الانسان اول شي بنعمل محطات روحية وطريق سياحة دينيه بتصير هايدي اهم شي يعني انا الايطاب وبلشنا فيها ان شاء الله يا رب انو نطلطنونا اكيدو بشافعة كل ايديسين بتكمل لانو فعنا ممكن بحاجة بل ما بنقصد ويدي انو بين وتشوفك الناس ديش عم تزيد من سنة لسنة لانو بيستشوفو بهالويدي كمين ممكن هالويدي بس يخلاص كمين رح يصير فيه حج اكيدو ايه خصوصا رح يوصل على دير ال اديسي رفق مضبوط هي عنا نبعة ماريوحنة تحت نبعة صغيرة هي بيقولوا ماريوحنة مارون كان انو ينزم نسمار جبال يقال انا ما عندي يعني انو هايدي النبعة سموها نبعة ماريوحنة مارون والويديان كلها سويناها نحنا اللي اسم لبيرزقنا زراعنا زيتون وصار مرتب بداي مشجع هي كده يكمل المشروع انو نصر على الختام مير ميلاني اليوم شو النشاطات اللي عم قوم فيهم قدام نعف انو البازيليك متل ما حكيت انو بالالفام وثلاتة بلش وين صرنا اليوم بالبازيليك البازيليك اليوم صرنا فيا انو ما نهينا تقريبا الحجر اللي بصنيها حجر من بره من جوا من جوا خلصي من بره بعد في عنا الردي بس يعني شوية هايدي هون مكلفين وبعدين بيجيك مرحلة ال انارة الكهرباء وش بي بيك عملني لعن عمل دراسي لانو مسافي تن كبيري وعني طلع متكلينا عادي سيرا فقا وان شاء الله ربنا هوي هالمحسنين ربنا يكفيون لانو اليوم بتعرف الوضع الاقتصادي من هار وان ماكين طبع وهالشي عكس علينا من هيكي انا انو خففت الشغل ولكن المعلمين اللي اجرون قالوا لي انو كافي الشغل ونحنا بعدين بصورة تدفعونا معنا معنا من هيكي انا بس انا صرت عتليني هم وانا دايما بقى اللي قدي سيرا فقا شوفي هايدي كنيسكي اختي رفقا انتي دبريا وانتي شوفي اش بديك تعملي لانو ما بق فيني لا واقف ولا فيني اني اه اه تتراجع طيب كمان يكون فيه العلاقة بعد مع المسنين اي نعم اكيد بيت رفقا نحكي عنه دايما اكيد اي اه لكن اليوم صار فيه بيت رفقا تحت اشراف والراهبات وخاصة ريس الدار هي بتكون ريئة ريسة بيت رفقا كيف اليوم بعد نقلة المسنين الى بيت رفقا كيف العلاقة نحنا بس انا تقولك انو من النشاطات اللي اللي عنا اياهم بالدار الكنيسة كمان عنا نشاط المقوى الختيارية اللي كان اتعمر سنة الالف وثمانمية وسبعة وتسعين سبعة واربعين كان يستعمل الكهنة ايه خد متر رهبين بوقتها ايه خد متر رهبين رجع تحول بالخمسة وثمانيين للعلمانية وقت اللي الحارب وايه وضل عنا انو انو كيف بنا نطور هالمقوى وربنا بعثنا المحسن الكبير سليم الزير وعم اه وبتنح المشروع متى ما شكتنا وحضرتكن سرتعملين هادة حلقات علي وبتعرفوا قديش هو يعني مدروس وكتير حلو وكتير مرتب قديش عم بأمن راحة لانو السنة نعم ايه وهلأ في كتير صار في عنا صاروا حوالها الخمسة وستين الست وستين ختيار حيالا انو بيزار في سنة مرعيني وربنا هو عن يبعث في محسنين بنشكرون ويعني لو من هاكي ما بيقدرين بيحيلوا لانو عاملينو بالطريقة كتير على مستوى خدمة السنية على مستوى رفيا متى ما بقول سنة مزين هو تليق بالمسن باخر حياته نعم نعم هلا هن يعني بادارتون ولكن تحت اشرافنا واكيدي انا يعني كوني انو هلا هوني رئيسي هيك مرمانين بنصلى ختم حلقتنا لليوم شو بتحب تقول هيكت كلمة لكل المشاهدين وخاصة للاشخاص للصبايل اللي عم يفكروا بدعوات انو مثل ما حكيني ممكن عن اهمية الحياة الرهبانية ممكن اليوم مرح يلاقوا الصعوبات اللي انتو القيتوها بوقتها اذا في دعوة ما يتأخر اكيدي الدعوة الرهبانية هي بده بده اناعة وبده انسان كون كريم مع ربنا كريم يعني كلنا مدعوين مفروض انو البنت تاخد قرارة تاخد القرار والشاب ياخد قراره اما للحياة الزوجية يربي عائلة مسيحية واما للحياة الرهبانية الحياة الرهبانية ولا اسمة من هيك حياة اللي بي اللي انت بس بيدخل بعمقها بيتعلق فيها وبتقول ان شاء الله يا رب انو ربنا يعطينا طول العمر انو تنضل بها الحياة الحلوة لانو هي علاقتك قريبة مع ربنا اه فيها فيها علاقة روحية اه تأمل صلوات اه شهادة للناس اه اه رسالة للاخرين يعني بتعطي الانجيل بت بت تنشر لكل العالم مشاهدينا مسلخة تام حلقتنا لليوم راح نبقى مع بعض المشاهد من تصوير الاب شادي بشارة حتى هيك نتعرف على الدير من الخارج وديش اهمية هذا الدير بخاصة اليوم بوجود القديسة رفقة ضريحة اليوم هون بدير ماريوسف جربتا على امل التأف يكون بموعد جديد مترك عندكن سليم ربنا وإلى اللقاء موسيقى أترى الأيام قد عبت بالتي تستعذب وجهات أم هي الموجوعة طفات وقنادي لسنين معا انتفاع العين دفق سناء للشواء حيما قطع وانطلاق الروح من جسد فرحة من في قد رجع موسيقى 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 موسيقى